المشاهدون الكرام الحادع والعشرين من ديسمبر في العام الفين وثمانة عشر مع أسرة أحد ضحايا الاحتجاجات أسرة الشهيد طارق مرحبا بك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الشكر أجزله لقناة الجزيلة مباشر لتغطيتها لثورة ديسمبر العظيمة وهم في معيتنا الآن تخليدا لذكرى شهيد الثورة الأول الشهيد طارق أحمد علي عبد الجليل الذي استشهد في الحادع والعشرين من ديسمبر الفين وثمانتاشر في بداية الاحتجاجات ضد نظام الكبت والطغيان وربنا يتقبلوا قبولا حسنا إن شاء الله قتل عن طريق جهاز الأمن والمخابرات للآن نحن نطالب وسنظل نطالب ولن نقف إطلاقا في طريق القصاص وسنظل نطالب بالقصاص إلى أن نجده بحمد الله كل الأشياء ماشى رغم التأخير الكثير الحصل في الفترة السابقة لكن أملنا في الله كبير أملنا في الحكومة الجديدة كبير في إنه نصل للقصاص بأسرع ما يمكن لن نتنازل عنه لن نتنازل عنه مهما كان أي سبب لن نتنازل عن قصاص ابننا بإذن الله طارق الله يرحمه ويغفر له هو طالب بكلية الهندسة في السنة النهائية مواليد 36 1997 في ربيع شبابه اقتل فهو ما كبير على الله ولا كبير على البلد هو حيكون دمه مهر لأجياله لسودان قادم سودان رائع سودان ما فيه نفاق ما فيه كذب ما فيه تطليل ما فيه قش باسم الدين ما فيه قش باسم العفن والكيزان ما فيه كل الأشياء دي كويس اتمنى من الله ان يتقبل طارق ان يتقبل طارق اتمنى من الله ان يتقبل طارق اتمنى من الله ان نجد القصاص العادل في اسرع ما يمكن شكرا 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 شكرا